السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على سئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج وعندي الأخب نذير من فرنسا تفضل أبا نذير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ كيف حالك أهلا وسهلا عندي أربع أسئلة تفضل سؤال أول عن موضوع طواف إفادة نعم ماذا ينتهي هل له وقت محدد هل يجوز فعله في أيام تشريك من فضلك أريد توضيح هذا موضوع لأنه رك من أركان حج صحيح أبشر سؤال ثاني أين يخذ حصاية لرامي جمارة في مزالفة في ميناء أين إيش أعيد السؤال الثاني أبا نذير أين يخذ حصاية لرامي جمارة في مزالفة في ميناء أين إن شاء الله سؤال ثالث عن صلاة مع الإمام في ركعة ثالثة وربعة إذا قرأ المأموم ساتحة وما ركع الإمام وهو يطول قليلا ماذا يفعل ماموم هل يقرأ بعض آيات ومعروف لا يقرأ آيات بعض ساتحة في هذه ركعتين وأيضا أنت تقول لا صمت في صلاة ماذا أفعل إن شاء الله سؤال ربيع ما معنى كلمة سامري في سورة بقارة السامري نعم في سورة بقارة السامري ها نعم متأكد أنها في البقرة ولا في طاها لا 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 لو بلك أنسى في طاها ها لا لا دري ممكن طيب اللي في البقرة نعم طيب إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله هل وضع كلامي واضح يا أبا نذير بارك الله فيك وزادك الله علما وحرصا وبركة أهلا وسهلا بالفضل يا أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إذا ممكن الشيخنا الكريم أنه توضح لي شغلة الخطبة يعني بنتي مقبلة على خطوبة إحنا المتعرف عليه بعد ما يصير قبول يجون أهل الولد وعند أهل البنية يعني ولي أمر الولد ولي أمر البنية ويصير شهود أحيانا المتعرف عليه يعني يقرون الفاتحة ولو أنا سمعتك مرة قلت ما في فاتحة بس خلص هنا المتعودين على الشيء لا يمكن يبطوه حتى لو تقول لهم يعني أنا أقول لهم بس يقول لك تعودنا أبا عن جد يجي شيخ أو بين الجلسة ويقول لفاتحة يقول زوجت بنتي وهكذا المهم هسا خلصت هاي الفقرة رح يجي الولد يلبسها الشبكة مثلا البنت محجبة البنت محجبة ما هي الإجراءات اللي بالضبط والضوابط إحنا ناس متدينين يعني وما عدنا أنه تطلع الولد البنت مع الخطيب إلا بحضور أختها أو أختها بعد الخطوبة ما عدنا أنه تطلع وحدها حتى لو نكتب كتابها أمو محمد الآن أمو محمد ما بقي إلا توثيق العقد بس ها لا بس أريد أسأل هنا إحنا هسا في العراق أكثر الناس بعد ما يقولون الفاتحة يأجلون الذهاب إلى المحكمة لماذا لماذا لأنه يقولون أريد نختبر الولد حتى إذا ما عجبنا وطلع منه سلوك ما عجبنا نقول فسخت وليس تطلقت لهذا السبب ما يروحون محكمة قبل سانة الناس دائما يعني بالسبعينات وأنا منهم رأسا ثاني يوم يروحون محكمة معهم هالأشياء نختبر وما نختبر أنتوا وافقتوا عليه بعد إيش الاختبار مهم الآن أنا سؤالي الآن صار ولي أمره ولي أمره وقروا الفاتحة وصار أوكي يريد يلبسها الشبكة بنتي محجبة هل تكشف عن شعرها أو قليل من ساقيها أو مسموح ولا لازم بعد ما تروح للمحكمة ولازم تروح للمحكمة ولا كيف يعني إن شاء الله محمد تسمعين التفصيل حول الله أي والله بعدين المهر إحنا نقول قرآن كريم هديتها قرآن كريم المقدم لكن بالمحكمة يكتبون مقدم مثلا عشر ومتأخر عشرين أو حسب الإنسان يعني ما هو عليه بس أنا الأكثر ذي إنه على بينما يروحون للمحكمة ما هو التصرف ولو راحوا للمحكمة ووثقوا العقد ما هي اللي ممكن هل ممكن إحنا ما عندنا خلوة إنه نفتح البوب نقعد يصير يتفع معاها وحدهم على منتجه أو مطعم أو أو في سؤال أم محمد في سؤال مهم جدا نعم في الخطبة الولد يكون موجود هو يقول أنا يعني يطرب البنت ولا أبو الولد لا لا الولي أمر لا لا أنا ذكرت حضرتك بالبداية أولي الأمر وشاهد من أهلي وشاهد يعني خطبة رياض جيل مع بعض آه طيب واضح أم محمد أب شريط لا لا الولد كيف إن شاء الله إن شاء الله مرحب شكرا جزيلا شكرا جزيلا تضلي سارة سارة السلام عليكم عليكم السلام تلا يا شيخ في أرى يبطي إلها من أربع سنوات ما صامت قضاء رمضان شو الحكم عليها ما صامت ما صامت من أربع سنوات قضاء رمضان ها قضاء رمضان هي فترة شهر كامل قريبا وما صامت وهل إذا دفعت قصارة رمضان قضاء رمضان عادي ما تصوم ما شى السبب يا سارة ما شى السبب والله موضع يعني ما في سبب يعني هي اللي عم تأزل ها أنا مثلا بتقول إنه بالشتة إنه خلص إنه هي بدا تصوم بس بتحبل سبحان الله يلا تسمعين الجواب إن شاء الله شكرا يا أختي فضله مسيف طبعا ليك شيخ عزيز السلامة وبركاته يا شيخ عندي ولد صابه الحادث لكن أشكر الله أنه سلم منها بس شو نصوي لي ألد سلامته دفعت بل عنه نزح ذبيحة ولا نعطي مبلغ للجمعية ولا شو هو أحسن شيء إن شاء الله الله يسلم يا رب ويعافيه الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تسمعين الجواب تسمعيني مرحب مرحب أم عمر السلام عليكم سؤال بس لو سمحت في ياسين سورة ياسين اللي ما قرأت له بس في جماعة قالوا لي إذا عندك كمية معينة بتقريها على المي 42 مرة تحديدا فقلت لهم لازم بالعدد فهل هذا في حديث عن هذا الصول بالعدد ولا هي بدعة إن شاء الله يا محمد أنا أذب أعتقد إنه لما يتحدد العدد إتران أعتقد بدعة لازم نقرأها أذب ما بدنا أعلى 42 مرة على مي وبتشربي هون تسمعين الجواب يا أم عمر إن شاء الله شكرا جزيلا عفوا تفضل أم خليفة أم خليفة من دبي راحت تفضلي أم أمين أم أمير أم أمير من العراق تفضلي تفضلي جد حلو تفضلي أختيم أمير تفضلي السلام عليكم يا حساب عليكم السلام وس pé poše przez الله تصنع فأنتك سؤال باحة ها قابلك عليه لكن yield أريد来 فيك الكنور تفضلي Ich serves في التحقيقات عليكم السلام ورحمة الله شكرا تفضلي أختي وين راحت ألو يا أم أمير طيب 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 ما خالفه تركوها لو سمحتوا تركوها تفضلي يا أختي الفاضلة تفضلي ألو تفضلي أختي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام من معي معك فاطمة من الفتيرة وين راحت أم أمير طيب تفضلي يا فاطمة يا شيخنا أنا أبو زوجة وفة من فترة الله يرحمه يقول له يا ربي أنت أم فاطمة لا أنا فاطمة فاطمة الدقيقة بس يا فاطمة شوي لو سمحتي أيها تفضل الآن يا شيخنا أنا أبو زوجة وفة من فترة الله يرحمه وأولاده بنوا عنه حفروا عنه بير وحاليا يبنوا عنه مسجد وهو قبل ما يتوفى الله يرحمه كان بانعا في مسجد فأنا حابة أشارك في بناء المسجد بس ما يعني مش بنية عنه عن نفسي أنا فهل علي إعلام فهل هذا وشي يجوز وإذا كان يجوز هل علي أن أخبر زوج أني أنا أدخل معاه في المسجد بس عن نفسي يعني طالب الأجر لنفسي وهل على زوجي أنه يخبر إخوانه أنه أنا أدخل ببنى شارك في بناء المسجد بس الأجر أبغي لنفسي أنا ولا عادي يعني مش لازم أخبر زوجي وأبوه يعني اختفات ما أنت الآن تقول أبو زوجك توفي وكان باني مسجد في حياته وحفروا لبير الآن يبغون يبنون المسجد وشارك فيه الجميع وأنت ناوي تدخلين معهم من دون خبر من دون إخبار زوجك هذا المعنى لا يعني أنا عادي لو أخبر زوجي بس يعني هل يشترطني أخبر زوجي لأني أنا أبغي أن نفي أنا أسوي طيب يعني المسجد سوينا كامل لك يعني أنت تدفعي المبلغ كامل هي المبلغ كامل يعني أنا حابة أتفعل لأنه رح يكون مسجد كبير يعني بيكون إن شاء الله مبلغ كبير فإحنا كنا رح نشارك فيه إن شاء الله لكن أنت تشاركين بالمبلغ يعني ما تدفعي المبلغ كامل لا المبلغ كامل لا لأنه مسجد ما شاء الله يعني أحتاج مبلغ كبير طيب أنا هذا المبلغ يبدفع أبغي عن نفسي أنا يعني أبغي الأجر المسجد لأنه الله يحبه كان باني عن نفسه مسجد طيب طيب أبشر يا فاطمة يزاك الله خير الشيخ مرحب أختي تفضل معبد الله عليكم يا شخ عليكم السلام ورحمة الله يا شخ لو سمحت الوالدة أنا عمرها 75 سنة عندها الدكتور حكالها في عندك اتهاب في المفصل بين البهر وبين الحق وفي عندها رماتيزم هلأ هي عندها بنفضل صلاتها هي بتصلي الصلاة وهي جالسة على الكرسي هي خايفة أنه يعني أنه لا تقبل صراتها يعني أنه عشان بتصلي وهي جالسة لأنها بتبدأ صلاتها من تفكرة الإحرام وهي جالسة بتكملها هلأ إذا الصلاة هي واقفة تقدر بس تتألم فهل في عليها الصلاة إشي يعني هل إنها تكملها صلاتها هي ولا إنها تصلي تبدأ بس تتكلم إحرامه هي واقفة وتتمل صلاتها هي قاعدة لكني ما تقدر تكمل صلاتها يعني هي واقفة ما تستطيع يعني هي بتوقف لكن وقوفها صعب يا شيخ يعني تتوقف شوية بتتألم يعني يعني لحدة لو فجدة وركعت تتعاب وترجع للمرضى الأول شعب هو في مرضها يعني هل بشي رفتم عمضان إن شاء الله مرحب أختي مرحب مرحب شكرا إلا تفضلي محمد عليكم شيخ عزيز سلام وتبركاته نفع الله بك شيخنا وبكم الله يحفظك شيخنا عندي سؤال اليوم يعني تتداول وسائل التواصل اجتماعي معلومة على أنه اليوم يصادف يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما مدى صحة يعني هذه المعلومات هل هذا هو فعلا هذا هو اليوم الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يعني لا يتم التسليط الضوء على هذا اليوم بنتذكر يعني مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الطيبة في هذا اليوم إن شاء الله محمد بارك الله فيك شيخنا فيك بارك أهلا وسهلا أهلا طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليهم عبدالله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني في بين وبين زوجي مشاكل كثيرة جدا تقول يعني من قديم أقول كل سنة يمكن يعقل يمكن يحتدي يمكن كذا تقول الأسب الشديد يعني من سنتين تقريبا ما بين وبين لا كلام ولا سلام تقول يعني ماذا تنصحني أطلب الطلاق شيء من هذا تقول عندي أولاد منه شيء من هذا القبيل طبعا عبدالله أنا سألتها بالأمس وتبين لي بأن هم تزوجي من يعني سنوات طويلة أكثر قريبا من خمسين سنة حسب ما ذكرت أم عبدالله بارك الله فيك أولا يعني الحرمة التي صبرت خمسين سنة قادرة أنها تكمل بقية حياتها مع هذا الزوج الذي يعني تكيفتي معه وتعاملتي بصبر و باحتساب أجر يعني غير معقول يا أخت الفاضل أنك تأتي في هذا الوقت تقول والله الآن يعني ممكن أطلب الطلاق أم لا خمسين سنة عشرة مع زوجك وتحملتيه و عشت معه على الحلوة والمرة وتجين الآن تقول الطلاق أنا ما أنصحك بهذا ما أنصحك بهذا المسألة الثانية إذا والله أنت متضررة تقول الآن لا وصل الحال بأن يعتدي علي بالضرب بالشتم بكذا رجل لا يؤدي الحقوق ولا الواجبات نعم لك الحق في هذا بعد نصيحته وتذكيره و إدخال من يصلح بينكم مثلا إذا ما اتقى الله عز وجل لك الحق لأن المسلم مطالب بأن يرفع الضرر عن نفسه و يدفع الأذى عن نفسه أما تقول لا والله هو هذا اللي قبل خمسين سنة هو هو ما تغير أنا لا والله ما أنصحكي أخت الفاضل إذا كان عندك رغبة تبحثين عن زوج آخر هذه مسألة ثانية تقول والله أنا بي بعد أشوف حياتي و عمري ما أدري هذه مسألة ثانية أما تقول لا والله أنا ما متزوج يعني وين أتزوج بعد العمر مثلا و كذا أنا ما أنصحك أنت طلبت نصيحتي أنصحكي تصبرين عليه تدعي لأن الله يهديه تحاولين قدر المستطاع أنك الذكرين تخوفين عيالك يذكرون أخوانا مثلا عمام العيال مثلا قدر المستطاع يقال له يعني اتقي ربك هذه حق هذه حقوق و واجبات عليك بيسألك الله عز وجل عنها هذه اللي أنصحك فيه إلا في حالة واحدة والله أنا متضررة أنا وصلت قد لا يكون قد لا يكون الضرر بدني يعني ما يعتدي عليك بالضرب و إلا كذا قد يكون ضرر معنوي ممكن يعني بعض الضرر المعنوي أشد من الضرر المادي اللي هو البدني الجسدي أن بعض الناس وللأسف يمارس على زوجته سحق و قهر معنوي هو ما يضربها لكن يحاصرها محاصرة و يعني ممكن أن يستهدفها لدرجة يوصلها مرحلة الجنون لا لا لك الحق الكامل و أنت الحمد لله حرة و الدولة تحميك و المحكمة معك و لله الحمد والمن لكن أنصحك تصبرين و تدعين و لعلى الله عز وجل يهدي على يديك و تنانين الأجر و الثواب فاطمة من قطر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لصلاة ثنتي عشرة ركعة التي فيها فضل عظيم و هي بناء بيت في الجنة هل لازم أني أصلي قبل الظهر مثلا و بعد الظهر و كذا و إلا 12 ركعة في اليوم مطلقا اختفاط مبارك الله فيك و زادك الله حرصا و يعني بالنسبة للسنن الرواتب رتبها النبي عليه الصلاة السلام على الصلوات الخمس رتبها النبي عليه الصلاة السلام على الصلوات الخمس و لذلك لماذا سميت رواتب لأنه مرتب على الصلوات الخمس قبلية و بعدية فالنبي عليه الصلاة و السلام صح عنه و أنه قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة و بيّنها عليه الصلاة و السلام ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان أربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان ثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد وثنتان بعد العشاء 12 ركعة مرتبة على الصلوات الخمس أما قضية أن يجي شخص يقول لا اللي صلي 12 ركعة في اليوم والليلة ينال هذا هذا أخطى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام رتب على الصلوات الأربع وليس الخمس لأن صلاة العصر ليس فيها سنة راتبة الفجر والظهر والمغرب والعشاء ولذلك إذا أردت بيت في الجنة احرصي على 12 ركعة بهذا الترتيب اللي وضع النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك فاطمة من قطر تقول عندي أخ عمره 27 سنة عنده إعاقة كلية شيئا الكامل سألتها عقلة معه قالت نعم عقلة معه تقول إنسان ذكي اللهم بارك علمناه على الكلام الآن يعني يتحدث بشكل واضح مبدع شيء من هذا القبيل تقول لكن للأسف ما كنا نطلع عنه فطرة رمضان ما كنا نطلع عنه كفارة الصيام تقول يعني من 15 سنة عفون أو منذ أن بلغ تقول ما الحكم فاطمة بارك الله فيكم ما دام أن الولد عافاه الله وشافاه وصال الله عز وجل أن يمنع عليه بي يعني الصحة التامة ما دام أنه قد بلغ عاقلا عاقل يعني عقله معه وروحه تتردد هذا مكلف مكلف الله عز وجل أمرنا بالصيام ومن لم يستطع الصيام ينتقل إلى البدل فأخوك الآن ينتقل إلى البدل الذي هو الإطعام في مقام الصيام فهو يصوم رمضان لكن بالإطعام إطعام إلى الفقر والمساكين وأخطأتم خطأ كبير حينما تركتم هذه المدة الزمنية من دون إطعام له الآن ترجع الوالدة وترجعون أنتم تحسبون منذ أن بلغ من ساعة بلوغة وإذا ما عرفتم من ساعة بلوغة خمسة عشر سنة لأنها خمسة عشر سنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها سن البلوغ إذا لم تظهر بعض العلامات وتحسبونها بارك الله فيكم إلى الآن يعني عندك الآن اثنى عشر سنة إذا قلتي لي سبع وعشرين سنة سبع وعشرين سنة مع خمس سنوات هلاثنى عشر سنة تطعمون عن كل سنة ثلاثين مسكين تطعمون عن كل سنة ثلاثين مسكين فلابد وممكن تستعينون ببعض الجمعيات اللي عندكم تعطي الفقر ومساكين وإذا كان عندكم يعني علم بوجود فقر ومساكين تطعمون عن هذه السنوات كلها أم سالم من الكويت تقول أختي الكبيرة يعني ما عندها أولاد وكانت ربت عيال زوجها تقول بأنها توفيت رحمة الله عليها بنت زوجها الكبيرة اللي ربتها أخت أم سالم تقول يعني جابت تبين بأن أخت أم سالم صار عندها ما شاء الله فلوس في البنك وعندها سيارة باعوا وقسموا التركة على أم سالم وخواتها وخوانها تقول أنا لو ش أسوي بهذا المبلغ أنا ودي أسوي شيء لأختي يعني هل في شيء مثلا أم سالم بارك الله فيك ما دام أن التركة وصلتكم بطريقة شرعية قول الله الحمد هذا ملك لكم حق لكم عيال زوج أختك ما لهم دخل في التركة لأنهم محجوبين هؤلاء ما لهم علاقة أصلا ليسوا بورثة هؤلاء ليسوا بورثة أبوهم لو كان حي هو الذي يرث لكن ما دام توفي ما للشيء فلذلك التركة محصورة فيكم أنتم محصورة فيكم ما دام جاكي هذا حق لك تبغي أن تتصرفين فيه تستعملينه تصدقين عن نفسك هذا حق الله عز وجل شرع تقسيم الميرات مثل هذه الطريقة تقول الله أنا حاب أن يسوي لأختي شيء الله يقويك ويعطيك العافية وعندكم ولله الحمد الجهات الخيرية لتسوي مساجد وتحفر آبار وتطبع مصاحف إذا حبيت أو تجتمعين أنت وخواتك تقول نبي نجمع هذا المبلغ ونبني لها مسجد طيب ونخلي ثواب له بعد طيب تزاتي الله خير وبرك الله فيك ورحم الله أختك أم فاطمة رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لصلاة المغرب تقول أنا أصلي المغرب وأجيب السنة وبعدين أربع ركعات بعد الاستغفار تقول بعد الاستغفار أجيب السنة بعدين أربع ركعات تقول بالنسبة للسنة الراتبة بعد المغرب ركعتان يصلي الإنسان ركعتين بعد المغرب هذه السنة الراتبة مثل اللي شرحت قبل شوي وبعد العيشة ركعتين أيضا سنة راتبة سنة راتبة هذه سنة مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام إلا إذا سافر يواضب على سنة الفجر القبلية بس أما إذا كان مقيم يصلي 12 ركعة صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني ما بين المغرب والعيشة هذا وقت يجوز فيه النفل المطلق وليس من أوقات النهي يجوز لك تصلي ركعتين بعد أربع ست ثمان عشر عشرين ثلاثين يجوز لك لماذا؟ لأن وقت يباح فيه أو يجوز فيه الصلاة ليس من أوقات النهي فإذا أنت يا فاطمة أم فاطمة عفوا الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص إذا أنت تقولي الحمد لله أنا عندي وقت أبغى صلي صلي ما شئتي أما إذا كنت تعتقدين بأن هناك أربع ركعات بعد المغرب بعد السنة يعني شرعها النبي عليه الصلاة والسلام نقول لك لا ما في شيء من هذا ما في شيء وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يحيي ما بين العشائين تصلي مثلا سنة راتبة وتجيبين سنة مثلا ركعتين سنة أو أربع أو ستة أو ثمان يعني ما تلتزمين أربع دائما بين المغرب والعشاء مرة أربع مرة ست مرة ثمان مرة ما تصلي مثلا إلا سنة راتبة حتى لا تعتقدين أن هذا والله شرعه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة وأن بعض الناس يقول بأن هناك ست ركعات بعد المغرب وهذا ما في دليل عليه يقول هذه صلاة الأوابين وهذا غلط صلاة الأوابين هي صلاة الضحى حين ترمض الفصال ترمض الفصال أما قول ست ركعات بعد المغرب صلاة الأوابين هذا غير صحيح هذا غير صحيح بارك الله فيك عبير من العراق تقول أنا نذرت إن الله عز وجل أعطاني هذا الشيء نذر صعب جدا تقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مدة كذا سنة ذكرت سنوات وأن الصلاة باستمرار يعني تقول الآن صعب علي يا عبير بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا انتهي عن النذر انتهي عن النذر لا تنذرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل وبعض العلماء قالوا النذر محرم ويجب الوفاء به وجمهور العلماء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به ليش لأن الإنسان يوجب على نفسه عبادة ويلزم نفسه بعبادة الله ما أوجبها عليه سبحانه وتعالى الإنسان هو الذي يكلف نفسه بهذا العباد الأمر الثاني أغلب اللي ينذرون ينذرون في ساعة فزة قلب ساعة فرح أو ساعة طلب وخضوع وخشوع لله عز وجل بما لا يعقل يعني ما يكون العقل حاضر يعني مثل بعض الناس مثل حرما مرت تصلت بنا وقالت أنا نذرت لله عز وجل إن صار كذا بذبح مئة بعير سألناها طلع فقيرة مسكينة ما عندها ولا بعير واحد ولا بعير ولا شات شات وحدة ما عندها وتقول مئة بعير مئة بعير هذه عبيرة الله يوفقها ويحفظها تصلي على النبي ظنقات عشر سنوات أو مدري كم سنة تقول متواصل الليل والنهار حسب ما فهمت من سؤالها بالأمس وهذا غلط أنت أوقعت نفسك في عنت وفي شدة و لذلك اخت الفاضل بارك الله بك تستغفرين الله و لا تعودين لمثل هذا النذر و الأصل أنك تصلين على النبي تأتين بهذا النذر و إن صعب عليك و هذا سيصعب لأنك ستنامين تدخلين الحمام و تأكلين و تشربين و تنشغلين و تنسين تنتقلين إلى إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين و هذا القول قال به جمع من أهل العلم و هو قول لا شك أن بمثل هذه المواقف قول له اعتبار أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل عن طواف الإفاظة يقول متى ينتهي و هل يمكن أداؤه في أيام التشريق أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لطواف الإفاظة نعم ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به فهو ركن الحج و لذلك قال جل وعلا و ليطوفوا بالبيت العتيق الأمر الثاني بالنسبة لطواف الإفاظة بعض العلماء ذهب إلى أنه ينتهي في آخر أيام التشريق و الراجح بأن طواف الإفاظة ليس له زمن انتهاء ليس له زمن انتهاء فيجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاظة حتى إلى قرب سفره قرب سفره و لذلك بعض الناس الآن يصعب عليه الذهاب إلى المسجد الحرام للطواف لزحام شديد أو لمرض فيؤجل طواف الإفاظة قبل السفر بيوم أو بنصف يوم مثلا فيذهب يطوف طواف الإفاظة و ينوي به أيضا طواف الوداع فيدخل طواف الوداع ضمن طواف الإفاظة فإذا أردت أن تطوف في يوم عشر ذي الحجة يوم العيد هذا أفضل إن لم تستطع يجوز لك أن تؤخر طواف الإفاظة إلى آخر أيام التشريق أو إلى قرب سفرك لكن لا بد أن تعلم بأن طواف الإفاظة به يحصل التحلل الكامل الذي يعني به يحل الحاج والمعتمى أو المحرم عموما صاحب النسك يحله كل شيء يحله كل شيء أما إذا لم تطف فيحل لك جميع محظورات الإحرام مع عدل جماع بارك الله فيك إذا كان أهلك معك أبو نذير يقول بالنسبة للحصيات حصيات الجمرات يقول من أين تأخذ أخوي الفاضل بارك الله فيك ليس عندنا في الأحكام الشرعية أن الحصيات تأخذ من مكان معين أو من جبل مخصص أو من شيء أبدا وإنما تأخذ من أي مكان تأخذ من مكة تأخذ من عرفة تأخذ من مزدلفة تأخذ من ميناء تأخذ في الطريق بينهما كل هذا جائز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من مزدلفة قال لابن عباس انزل فالقط لحصى فنزل ابن عباس ولقط للنبي عليه الصلاة والسلام حصى في حديث طويل له أيضا بعض المساء لكن عموما ما في عندنا يعني فضيلة لمكان في قضية التقاط الحصى لو التقطتها من ميناء ما في بعض من مزدلفة من عرفة كل هذا مشروع ولله الحمد والمن أبو نذير يقول يعني بالنسبة للإمام في الركعة الثالثة والرابعة إذا أطال والمأموم انتهى من الفاتحة ماذا يفعل يقول استمعت إليك تقول لا يكون في الصلاة صمت وأنا أعلم بأنه ليس هناك قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين ماذا أفعل يا أبا نذير بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقهاك في دينه أخوي الفاضل تقرأ أن لما ذكرت لا صمت في الصلاة قصدت هذا المعنى فالمصلي لا يصمت في الصلاة فإذا كنت مأموما وانتهيت من الفاتحة تقرأ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعتين الأخرين أو الأخيرتين الثالثة والرابعة قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة ولذلك أخي الفاضل إذا الإمام أطال القيام في الركعة الثالثة والرابعة وأن تنتهيت من الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن فإذا ركع تتابعه وتركع بعده أبو نذير سأل عن السامري يقول من هو السامري السامري يا أبا نذير بارك الله فيك الذي ورد في سورة طاها هو رجل من بني إسرائيل وهو الذي أشار إلى بني إسرائيل بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وأطبق البحر على فرعون وجنوده وخرجوا وذهب موسى لميقات ربه أشار إليهم أن يجمعوا الحلي الذي أخذه بني إسرائيل من أقباط مصر وألقاه في النار وصنع لهم عجلا وجعل للعجل في فمه وفي دبره يعني مدخل ومخرج وله خوار هذا العجل إذا دخل الهواء من جهة الفم أصبح له صوت صنع لهم عجل من الذهب ثم دعاهم إلى عبادته إلى عبادة العجل ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل لما ذهب إلى ميقات ربه قال الله جل وعلا له وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال الله جل وعلا له قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري أضلهم السامري حتى قيل بأن السامري هذا اسمه موسى أيضا اسمه موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفة يعني أمرهم عجيب نجاهم الله ورأوا آية من آية الله ومع ذلك أشركوا بالله قال يا قومي أعجلتم فرجع موسى إلى قومي غضبان أسفة قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم الذهب فقذفناها كذلك ألقى السامري السامري هذه عاقبه الله عز وجل بدعوة بدعاء موسى عليه قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فابتلاه الله عز وجل بمرض جلدي كلما أراد أحد أن يقترب منه يقول لا مساس لا مساس عاقبه الله عز وجل لأن السامري قال فقبضت قبضة من أثر الرسولي فنبتها وكذلك سولت لنفسي والرسول المقصود فيهنا جبريل حينما نزل قال قبضت قبضة من أثر الرسولي فنبتها هذا هو المعنى يا أخي الفاضل بارك الله فيك أم محمد من العراق طبعا سألت عن موضوع الخطبة تقول يعني سؤالها طويل تسأل عن الأحكام الشرعية في مسألة الخطبة وما يترتب عن ذلك أم محمد بارك الله فيك و بارك الله في ابنتك و يسر الله زواجها و أسأل الله تعالى أن يختار لها الأصلح أولا بالنسبة للخطبة بكسر الخاء وعد بالزواج و ليست زواجا واضح؟ الخطبة وعد بالزواج و ليست زواج فإذا قلنا بأن وعد بالزواج لا يترتب عليها الأحكام التي تكون بين الزوجين من الخلوة أو كون محرم لها أو مثلا مصافحتها أو رؤية مثلا شيء من جسدها غير الذي نصت عليه الأحاديث النبوية تنتبهون لهذا هذا وعد بالزواج و للزوج أن يتراجع و للزوج أن تتراجع و لذلك هذا وعد غير ملزم هذا وعد غير ملزم الأمر الثاني ما حصل بين والد البنت و والد الولد من الكلام اللي ذكرتي هذا خطبة إلى الآن خطبة لأن الصيغة التي هي إيجاب و القبول تكون بين ولي البنت و البنت اللي هو أبوها و بين الزوج فيقول زوجتك ابنتي و يقول الولد قبلت عما والد الابن لا يحق له أن يقول قبلت بوجود الابن إلا أن يوكله الابن فإذا وكله و كتب له وكالة أو قال وكلتك نعم يقوم الوكيل مقام الزوج لكن هذا في العادات عندكم بأنه لا هذه مجرد خطبة هذه مجرد خطبة مسألة قراءة الفاتحة و الأشياء أنا أتمنى و أرجو من المسلمين أن يعتنون بسنة النبي عليه الصلاة و السلام و بهدي النبي عليه الصلاة و السلام ألا يزعمون و يدعون بأن يحبون النبي عليه الصلاة و السلام كيف الآن يقدمون العادات و التقاليد على يعني سنة النبي عليه الصلاة و السلام و هدي النبي و إن كان بعض العلماء يقول هذه ليس لها علاقة بقضية يعني ليس لها ارتباط بالنصوص والجواب بأن يقرؤون الفاتحة يقرؤون الفاتحة فلما قرأ يعني لو كانت الخطبة ما في بأس أن على حسب العادات والتقاليد يعني أحيانا يقول الله نزوركم أو يجبون جاهة مثلا أو يجبون مثلا كذا ممكن لكن أدخل الفاتحة ودخل آيات قرآنية إذن أنا جعلتها الآن يعني جعلتها من جملة العقود الشرعية جملة العقود الشرعية فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عموما حتى لو حصل قراءة الفاتحة تبقى خطبة فهذه الخطبة يا أخت الفاضلة يبقى قضية ما ذكرتي من ظهور البنت المتقدم لها النبي عليه الصلاة والسلام جعل من سنن الخطبة أن يرى الزوج زوجته وأن يرى الزوج أن يرى المتقدم خطيبته وأن ترى المخطوبة خطيبها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء وقال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم كما في الحديث الآخر ولذلك العلماء تكلموا في قضية ما الذي تظهره البنت أمام الخطيب المتفق عليه الوجه والكفين المتفق عليه المختلف فيما سوى ذلك فمن أهل العلم من ذهب إلى أن للزوج الحق في أن يطلب أن يرى شعرها ما دام أن أهل البنت واثقين من الولد وعارفين دينه وأخلاقه وهو عندها الرغبة جاي فعلا يريد أن يقترم بهذا البنت قالوا له ذلك يرى رقبتها مثلا يرى قدميها مثلا هذا كله مما يعني يراه كثير من أهل العلم من أهل التعقيق وهذا الذي يظهر لأنه الراجح فإذا طلب الولد والله يشوف البنت مثلا يشوف شعر البنت مثلا رقبتها مثلا شيء من ذراعها يعني من دون مبالغة قدميها ما في بأس في ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم قضية أن يطلع معها وتطلع معها لوحدهما لا لأن أجنبية عنه هذا وعد كما ذكرت هذا وعد وليس زواج ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلو الرجل بالمرأة نهى ما خلى رجل ممرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يطلع معها المطعم ولا يسافر فيها ولا كذا أما إذا والله طلعت مع والدتها ووالدها وجود الخطيب ووالدها مثلا أو والدتها يعني اجتماع عائلي فيه احتشام فيه احتجاب فيه حجاب يعني يحرص الخطيب أن يستنطق البنت يشوف والله منطقها وكذا البنت نفسها يعني كما أن الخطيب يريد البنت تريد أيضا تشوف الرجل هذا يعني منطقة فهمة تفكيرة في هذه الحدود لا باش ما دام بحجاب وعدم خلوة لا أما أنه والله يقول لي أنا خطبتها وخلاص بطلع فيها هذا كلام لا يجوز ومحرم إذا تم العقد إذا تم العقد الآن جاء الولد فقال والد البنت اللي هو ابو محمد قال للولد زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت خلاص أصبحت الآن زوجة له بوجود طبعا أنت قلتيني الشهود قبل قبلية في الخطبة ما لا قيمة الشهود في الخطبة الشهود في الخطبة هذا الجاهة وشوفه عاء الشهود يكونون في العقد لما يقول أبو محمد يقول للولد زوجتك ابنتي فلانة وقال قبلت وشهد ثنان خلاص تم العقد حتى لو ما ذكروا المهر المهر يذكر بعدين أو إذا ذكر في العقد وسميه في العقد يصير خلاص زواج لو قدر الله وإن شاء الله الفعل بعيد الفعل بعيد لو قدر الله أن الولد توفي قبل الدخول هذه زوجة له هذه زوجة الآن ترثه وتعتد عدة الوفاة وإن شاء الله الفعل بعيد أنا أضرب مثال لأبين بأن حقيقة الزواج يكون بعد العقد يعني بعد ما يكون الكلام الذي زوجتك وقبلت قضية والله تقولون يعني مثلا المهر قرآن وفي المحكمة يكتبون أنا أشوف أنكم تلغون هذه المسألة يعني قضية والله المهر قرآن غير صحيح الكلام المهر مهر مال ها الله عز وجل قال ذكر ذكر المهر أنه مال النبي صلى الله لما قال الرجل زوجنيها يا رسول الله قال معك شيء قال ليس معي شيء إلا إزاري ما عنده إلا إزارة قال التمس ولو خاتم من حديد لما عدم الرجل ما عنده شيء ما عنده شيء قال معك شيء من القرآن قال زوجتك بما معك من القرآن يسمى منفعة هذا المهر الذي ينص عليه بعض العلماء بأنه يجوز أن يكون المهر منفعة مثل تعليم القرآن أما قضية والله يعني الزوج متمكن وعنده قدرة وأكتب والله أقول لا المهر القرآن غير صحيح غير صحيح لابد أن يذكر المهر وإذا لم يذكر فلها مهر مثيلاتها إذا لم يسمى في العقد فلها مهر مثيلاتها تقريبا هذا قضية المحكمة بعدين هذه مسألة توثيق العقد هذه مسألة توثيق العقد ما في بأس إنه بعدين توثقون العقد يعني إذا حصل إجاب وقبول لكن الأفضل أن يكون العقد عند المحكمة أو يأتي المأذون إليكم في البيت وأسأل الله تعالى أن يتمم لكم على خير سارة من الشارقة تقول يعني قريبة ما صامت القضاء من أربع سنوات تكاسلا وتهاونا تقول هل لها أن تدفع الكفار الآن سارة بارك الله فيك يعني بالنسبة لقريبتك هذه يجب عليها أن تبرئ ذمتها التي شغلت بحق الله الله عز وجل لي طالبها بهذا الحق هذا حق لله كيف تتساهل كيف تتساهل في القضاء ويعني هل هي واثقة تعيش مئتين سنة مئة سنة مثلا يعني هل هي واثقة بأنها ستبقى وإذا لقيت الله عز وجل والله عطاها الصحة والعافية وأنعم عليها و هي قصرت في حق الله عز وجل ها ما موقفها بين يدي الله تتق الله وتترك الكسل والتسويف وتحاول تنتفض على نفسها الكسولة هذه وتصوم هذه الأيام هذه أيام ذمتها مشغولة بها و الله عز وجل طالبها بهذه الأيام و بعدين الكفارة الآن كفارة عقوبة لها مع الصيام مادم أنا متساهلة كل يوم من الأيام اللي فرطت في صيامة من أربع سنوات تقضيه تطعم عن كل يوم مسكين فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام و ذكريها بالله و خوفيها بالله و أقول الله أيام الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل لازم الإنسان يبرئ ذمته من كل ما شغلت به من الحقوق التي لله و المخلوقين الحقوق التي لله و التي للمخلوقين و بعدين مثل ما كانت اتمني نفسها في الشتاء و الله كطيب كم شتاء راح عليها كم يعني فصل من الشتاء راح عليها فقولي لها تبادر وتتق الله وتستغفر لأنه فرطت أوامر الله عز وجل على الفورية يعني الآن عندنا قضاء رمضان واجب و له وقتان موسع و مضيق الموسع من ثاني يوم من شوال اليوم الثاني من شوال إلى شعبان إذا جاء شعبان شار شعبان تضيق الواجب خلاص يجب عليها أن تقضي الآن أربع سنوات وهي ما قضت قولي لها و ذكريها بالله أم سيف من الفجيرة بارك الله فيها تقول عندها ولد يعني حصل لحادث و كذا تقول ماذا نعمل له و الحمد لله الله سلم هو ولد يتيم و كذا أم سيف الحمد لله على سلامة الولد و الحمد لله على نجاته و صلى الله عز وجل أن يكتب لها الصحة و العافية ما في شيء بس تقول الحمد لله الشكر لله هو نفسه يقول الحمد لله الشكر لله توصينها يعني يبتعد عن المغامرة يبتعد عن الطيش يلتزم القوانين مثلا قوانين السير يلتزم بحزام الأمان ما يسرع في سيارته مثلا ما يروح البحر و وقت هيجان البحر أنا لأني ما سألتك ما أدوش الحادث يطيع الله عز وجل يتبع نبيه يطيع والدته اللي هي أنت لا يغضبك تحذرينه لأنه رضا الله في رضا الوالدين وتدعيله دائما طولة العمر على الطاعة وبعدين إذا حبيت والله توزعين مثلا مثلا حلاء شوكليت شي أو تقول والله هذه خمسمائة درهم الفقيرة هذه أو المسكينة طيب أما ذبيح وما ذبيح تركي هذا الشي لا تلجئين للذبائح خمسمائة ريال درهم مئة درهم فقير يتيم جارتك مثلا محتاجة تجبيلها مونة من الجمعية ومن السوق تقول الصداق الحمد لله على سلامة الولاد طي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى تمم له العافية أم عمر من عجمان تقول بالنسبة لسورة ياسين ياسين لما قرئت له تقول قالوا لي إذا عندك حاجة معينة اقرأي في الماء 42 مرة وإن شاء الله يستجيب الله لك تقول يعني أنا أقول تحديد العدد وشي من هذا القبيل أم عمر بارك الله فيك أولا ما صح في فضل سورة ياسين حديث أبدا وانت قلت سورة ياسين لما قرئت له من وين جبتيه من وين جبتي هذا الحديث ما عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة صحة يعني عن النبي عليه الصلاة وأنه قال ياسين لما قرئت له ما عندنا وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف ولذلك ما عندنا ما عندنا القرآن كله ولله الحمد كلام الله وكلام عظيم وفاضل لكن ما عندنا حديث ياسين لما قرئت ما عندنا شيء منها و يزيد الأمر شدة لما تقرأين سورة ياسين و هي ما ثبت في فضلها شي تقرأ مثلا على لطلب رزق لتفريج كربة ما عندنا شي منها و تزيدينها قراءات 42 مرة إذن هذه بدعة الآن وظفتها توظيف ما ثبت في شي عن النبي عليه الصلاة والسلام أختي الفاضلة بارك الله فيك إذا كان عندك شيء عندك شيء و حاجة معينة عليك بالدعاء و قال ربكم ادعوني أستجب لكم و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا شوف الأنبياء في القرآن لما يحتاجون و يريدون أمر يدعون الله عز وجل زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني و اشتعل الرأس الشيبة النبي عليه الصلاة والسلام يا رب إنا قوم اتخذوا هذا القرآن أدعي كثيرا و لذلك إلجأ إلى الله إلجأ إلى الله أطلب الله عز وجل و خاصة في السجود أقرب ما يكون العب من ربي هو ساجد الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء من عصر يوم الجمعة إلى المغرب في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله و عظمته إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيبه هل من مستغفر فأغفر له و ذلك كل ليلة يعني الأسف الشديد بعض الناس يروح للبدع و يترك المشروع السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو النصوص التي جاءت في القرآن الآن بعض الناس يقول اقرأ سورة الواقعة و لأنها سبب من أسباب الرزق من وين جبتم هذا الكلام هذا الكلام يحتاج إلى وحي ينزل فيه جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أما الإنسان ينشئ من عند نفسه هذا الأمر لا و لا يجوز بارك الله فيك فضل يا نورة السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله كيف الحال يا شخ مرحبا أختي الله يسعدك يا والدي أنا كلمتك قبل فترة خصوص أن زوجي يبقى يتزوج عليه و افتخرت و كذا والحمد لله تزوج و ربي يوفقه و صبرت الحمد لله لكن يا شيخ أنا لي معه حاليا سبع شهور و النفس من أول ما تزوج ما قبلت و صبرت وتحملت والحمد لله ما أنا بقصة عليه بحرف واحد لكن يا شيخ صار منه موقف حسيت أنه فعلا معاد أقدر أقعد معه أكثر من كذا جابها في بيت هي شيخ و أنا ماني موجودة و ضيفت و استقبلت و أنا ما عندي علم بس يوم داريت حكمت أنه فعلا معاد لي وجود معه حاليا أنا متواجدة عند أهلي لي تقريبا بكمل شهر استخرت هنا شيخ ثلاث مرات لكن أحس ما ما أعرف بعد الاستخارة هذه ما أحس أقلي مشويش أنت عندك عيال منها لا ما عندي عيال في داخلي في قناعة سامة أني ما أفضل أقعد معه ولا أتشمعه لكن الاستخارة لحد الآن مع أن نودي أعيدها مرتين ثلاثة بس فيه تشوش عقلي فأتمنى يا شيخ أنك أبشرية نورة أعطيك النصيحة بإذن الله الله يستطيع أن أخذك مرحبا أهلا وسهلا أم سوفيا من فيلندا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤالين فضلين السؤال الأول في رمضان الماضي شربت جرعة من الماء في نفس الوقت الوقت الرزنامة نحن عندنا رزنامة ما عندنا مؤذن عندنا رزنامة هو الفجر 32 38 دقيقة أنا في 38 حسيت بالفم يبس يعني يبس الدرجة يعني ما مقدر تتحملها خضيت جرعة في التقيقة 38 بعد 30 بعد يعني عدة ثواني انتقل إلى 39 لكن قبل يعني في نصف 38 ممكن كنت أحبت جرعة الماء بس شمخت حلقي هذا ما هو الحكم الشرعي إن شاء الله وثاني سؤال أنا أشتغل في الخياطة نعم المحل اللي أشتغل فيه صاحبته يعني مسيحية يعني من هذا البلد وعندها كل لكن صاحبة العمل الكثير طيبة وكثير حقانية وسمحت لي أني نصلي أوقات الصلاة أوقات الصلاة نقدر نروح نصلي هل صلاتي ما هو حكم صلاتي في هذا المكان وموجود كلب يعني يعني هي تسمي مكان يعني منعزل شوي لكن الكلب ما تقدر هما عندهم يعني عاد الكلب بسي الإنسان يعني يعاملوه زي الإنسان يقعد معهم يكل معهم يتنقل في جميع الأماكن الذي هم يقعدون فيه طيب هل صلاة ما هي يعني صلاة ما هي يعني هل صلاة جائزة أو مع العلم أنه في الشتاء مع العلم أنه في الشتاء ممكن أصلي ثلاث أوقات في الصيف عندي بس الظهر لكن في الشتاء ممكن أصلي ثلاث أوقات ممكن حتى المغرب هي الحق علي في مكان العمر أبشر يام سوفيان تسمعين الجواب بحول الله طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت فاطمة من الشجيرة بارك الله فيها تقول بأن والد زوجها توفي من فترة حفروا له بئر هو بنى مسجد في حياته عن نفسه عيالها الآن جمعوا مبلغ مالي يريدون أن يبنوا له مسجد كبير تقول يعني أنا حاب أني أساهم معهم تقول هل يلزم أخبر زوجي أو لا يلزم تقول يعني هل يشترد ذلك أو شيء فاطمة بارك الله فيك وزادك الله وحرصه تقبل الله منك أخت الفاضلة لا يلزم أخبار الزوج وليس من شروط صحة الصدقة أنك تخبرين أو لا تخبرين فإذا أخبرتي كن طيب أنا أفضل لك أنك تخبرين حتى يشوف مثلا يشوف محبتك لوالده يشوف يعني رغبتك في الخير وكذا لأن هذا يوثق العلاقة بينك وبين زوجك والحمد لله ما دام نيتك لله عز وجل هذا ما لا علاقة الرياء أن الإنسان يعطي الشيء ويريد السمعة يريد الكلام يريد يشوف الناس هذا قصده ما قصده الله عز وجل ولك الأجر وثواب هذا المسجد لوالد زوجك أنت لك أجر الصدقة بس يعني أنت ما تكون قد بنيت مسجد لنفسك أنت بنيت الآن ساهمت في بناء مسجد لأن الثواب بيروح الوالد زوجك وأنت لك أجر الصدقة ضمن هذه المجموعة ضمن هذه المجموعة والإنسان حقيقة إذا كان عندك قدرة مالية والميت ولله الحمد يعني قدم لنفسه شيء مسجد ولا بير ولا كذا الإنسان يعتنب نفسه بعد يقدم لنفسه مثل ما قدم هذا الميت لنفسه أنا أشوف حقيقة ملاحظة حقيقة بعض الناس تزاهم الله خير عندهم رغبة في الخير ومحبة وكذا ينسون أنفسهم وأعمالهم كلها لموتاهم طيب ميت بنى مسجد وحفر بير وما شاء الله رجل صالح وكذا ويجوهم يبنوا مسجد ثاني له طيب ابنيوا أنفسكم أنتم مدام الإنسان عنده قدرة يبني مسجد ابني مسجد لنفسك يحفر بير لنفسك اطبع مصحف لنفسك مثلا أنا لا قصدي أصدك عن هذا لا استمر الله يوفكك لكن أنا أتكلم بالعموم لأن عندي ظاهرة شفتها في هذا البرنامج وخارج البرنامج من خلال تواصل الناس يجزون والأخير حريصين على نفع الميت لكن ينسون أنفسهم وما يدري متى يلقى ربه وما قدم لنفسه شيء لا الإنسان يهتم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لكن صحيح الثواب يصل لكن الإنسان بعد يقدم لنفسه وقدموا لأنفسكم وتزودوا فإن خير الزادي التقوى أم عبدالله من الأردن بارك الله فيها تقول الوالدة عمره 75 سنة عندها التهام في المفاصل عندها روماتيزم يعني الطبيب نصحها وتقول بأنها تصلي على الكرسي يعني هي مترددة في قضية يعني يعني الصلاة الصحيحة تقوم في أول الصلاة أم عبدالله أسأل الله تعالى أن يمنع على الوالدة بالشفاة والعافية وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة أخت الفاضلة يصحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الوالدة الآن إذا كانت تستطيع أن تقوم في الصلاة وإن كانت تعاني يعني تعب يسيري محتمل محتمل تحتمله يعني مشقة محتملة لا تصلي تصلي قائمة تصلي قائمة وتركع وتسجد صعب يعني إذا قامت ما تستطيع تقعد وإذا قعدت ما تستطيع تقوم أقول لا تستفتح الصلاة قائمة يعني الله أكبر هذه تكبرت للحرام وتبدأ تقرأ الفاتحة والسور إذا جاء تركع تستطيع الركوع تركع ما تستطيع تجلس على الكرسي وتبدأ تركع وبعدين تسجد إذا استطاعت في الركعة الثانية تقوم تقوم مرة الثانية وتسوي نفس الحركة التي تسوتها في الركعة الأولى إذا ما استطاعت تكمل صلاة جالسة ولله الحمد والمن تقول لي لي والله صعب الآن إذا صلت من أول يعني قامت من أول الصلاة تترنح ما تستطيع تقف لا قل لي لا تصلي جالسة ولله الحمد والمن فالله جل وعلا يقول فتقوا الله ما استطعتم قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها النبي صلى الله وسلم لما سقط من الفرس وتعور جنبه الأيمن ما استطاع يصلي قاعد عليه الصلاة والسلام كان يصلي هو قاعد صلى الله عليه وآله وسلم محمد من الشارق يقول في هذا اليوم يوافق حسب ما ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا يعني صحيح يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي يعني هذه المسألة يكون يوافق اليوم يعني التاريخ إذا قصدت أنا ما أعرف شيء من هذا القبيل أما إذا قصدت اليوم اللي هو اليوم الثلاثة نعم جاء هذا في السيرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم اليوم الثلاثة لكن يعني كيف الآن قضية الاحتفال بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني الناس الآلم يقولون والله توفي النبي في هذا اليوم يعني هل المقصود نحتفل بوفاته يعني أشد شيء أو مر على أهل السلام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأن قطع الوحي بذلك قطع الوحي بذلك و يعني مسألة الله مثلا إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال التذكير ببعض الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا كأهل الإسلام بالنسبة لنا النبي عليه الصلاة والسلام يمثل محور حياتنا النبي يمثل محور حياة أهل الإسلام والدليل على ذلك أن ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط ليس له انفكاك أبدا يعني ما في يوم من الأيام يغيب عنا محمد بن عبد الله صلى الله سمعت يوم من الأيام يغيب بالنبي عليه الصلاة والسلام عن المسلمين أبدا الدليل أذان أشهد أن لا إله إلا الله وشأل أنه محمد رسول الله الدليل الإقامة قد أشهد أن لا إله أشهد أنه محمد الدليل الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى المحمد الدليل لما نجي ناكل بسم الله من وين جبناها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الدليل لما نجي ننام ونذكر الله الدليل لما نخرج الدليل لما نتأذب بآداب الإسلام من وين تربية من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك اللي فعلا يريد أن يرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الله عزوز بالعبادات المشروعة في الكتاب والسنة يكون فعلا قد التصق بالنبي عليه الصلاة والسلام و ارتبط به و نهل من سنته و يعني أخذ من هديه و تمثله و ترجمه عمليا من خلال العبادات و الطعات و الأخذ من دله و سمته صلى الله عليه و آله و سلم نورا من السعودية اعتذر منك أم سفيان من فنلندا أيضا اعتذر منك لأن وقت البرنامج انت لكن غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته